خليني الأول بس زميلي كريم يعني أستغلي تواجدونا في الفندق شوفت الفنان أحمد التهامي فنانا يمكن يعني إزاك فنان كريم كوشك بسلم عليك سبع الخير يا كريم سبع الخير على جمهور النادي الأهلي سبع الخير لقناة الأهلي أنا المبسوط أن أنا معكم كريم وحشني جدا جدا والله يولتك أباد أنا طبعا تحياتنا للفنان الجبيل التهامي ولابس أحمر برضه الكريم بسلم عليك وبيقول لك وحشني حبيبي يا كريم أنت اللي وحشني جدا مبارك حوي جدا مبارك أهلي وإسماعيلي شافوا مبارك زي والله الأهلي الإسماعيلي طبعا فرقة كبيرة وفرقة مهمة وهي زي ما يقول عليها برازيل مصر الأهلي ماشي بخطة كويسة عمل بطولات كبيرة في الفترة الأخيرة وده عمل نوع من الإجهاد للنادي الأهلي والفرقة للنادي الأهلي طبعا الفريق بلعب بكل قوة وكل قتال فكل ماتش بس كل ماتش وليه ظروفه يمكن ماتش فيتا كلاب اللي هو بتلعب بره كان ليه ظروف لأن انت عارف المنطقة دي كلها بيبقى فيها بيبقى فيها أن هو مفيش أكسجين نتيجة أن فيه بخار مية وفيه رتوبة عالية طبعا آه طبعا وده بيأثر جدا على اللعب هو بيجري بيبقى فيه نوع من الإجهاد بس الشوت الثاني يبقى يعني يعني اللعب كويس شوية وطبعا ده بيحصل لأن فيه إجهاد لأن كان فيه ماتشاط كان بلعب باير ميونخ إحنا مش هنهزر يعني الأهلي بيلاعب باير ميونخ وبيلاعب فريق برازيلي إحنا كنا نرعب ماتشات كبيرة جدا وبطولات كبيرة فده بيحصل الدروبات ده فعايزين أرجوكو بعد إذنكو عايزين نقل شوية الهجوم على مسماني مسماني بصراحة مدرسة كبيرة مدرسة مهمة وعمل بطولات كبيرة مع النادي الأهلي فأروكو لازم يعني نصبر عليه لأن اللي جاي كمان ماتشات صعبة عندنا ماتش يوم الثلاث كمان فيتا كلوب عندنا يوم الثلاث فيتا كلوب سيمبا مريخ في السودان وسيمبا في مصر يعني والحمد لله إحنا تاني المجموعة يعني عندنا آه يعني يعني الموضوع إن شاء الله والوودلاتي يعني أنا شايف أني كمان اللعيبة بيلعبوا جدا جدا واللعيبة بيقاتلوا في الملعب وما فيش مهارات مهارات فردية يكاد يكون معدومة وليل جدا أنهما بيعابوا لعبة جماعية ولعب قتالي كمان في الملعب طب قول لي مين من صحابك من لعاية النادي الأهلي استغلي كده توجدك ونت بوجود مين من صحاب من لعاية الأهلي بيكلمك على طول والله يقول لهم بس طبعا الأنتيم ليه هو طبعا أفشا وطبعا أفشا أخويا وحبيبي وطبعا ألف سلام على أي من أشرف لأنه ده كمان أخويا طبعا أخويا وحبيبي جدا وسعد سمير طبعا شناوي أخواتي ومحمد أشرف محمد شريف وأنا مبسوط جدا بصراحة والله يقدم جات فرصة طهر محمد طهر لعيب جامد جدا أنا مبسوط باللي هو بيعمله حقيقي مروانة محسن أنت لعيب جامد جدا ركز في لعبك أنت بطل ويعني هتلاقي طبعا التوفيدة بتاع ربنا أنت بتعمل عليك وأنت رجل جدا أو رجل طيب ولعيب جامد جدا ربنا معاك قل لي بقى أشوفت لك فيديو على سوشيال ميديا مؤخرا متدرب مصطفى أمر معرفش تدربه إزاي وبيدربك مظبوط الكلام ده إزاي حصل الكلام ده مصطفى طبعا أنا سعيد مصطفى أمر نجم كبير واخوية وبنعمل السنة دي مسلسل مع بعض مسلسل اسمه فارس بلا جواز مسلسل كوميدي آه جواز مسلسل كوميدي وإخراج الأستاذ معتز حسام وتأليف طبعا الأستاذ في دائش شندويلي وطبعا إنتاج الأستاذ عسام كفافي طبعا مسلسل دمه خفيف وإحنا كنا مفتقدين قوي بقى مصطفى أمر في الدراما كمان وفي السينما إن شاء الله هيرجع بقوة مسلسل ده مسلسل جميل وما بيننا بقى حداث كتيرة مصطفى أمر ولا ولا دربة والله إحنا بص يعني مصطفى أمر أهلاوي كمان مصطفى أمر أهلاوي جامد لا لا مصطفى أمر أهلاوي طبعا الأهلي الأهلي وراه جمهور كبير وجمهور عظيم ومن الثالثة شمال نهز جبالي يعني مصطفى أمر أهلا دربة لا يعني ما قدرش أضرب مصطفى بلنا عملنا كم فيديو هزار كده طبعا آه نبقى قبل قبل أي حاجة طبعا حايزين نبارك للنادي الأهلي طبعا النادي الأهلي نادي كبير ودايما أفرحه كتير وبيفاجئنا دايما بفرع لقصر آه فرع لقصر طبعا كويس قوي آه طبعا يا نهار ربي خلاص كولا في خلال سعي آه إن شاء الله بإذن الله ألف مبروك وإن شاء الله آه إن شاء الله يكون بدل الفرع ميت فرع بإذن الله يبقى فيه فلقصر وإبقى فيه أسوان كمان ويبقى فيه في السعيد كلها النادي الأهلي يعني يبقى منتشر ألف مبروك طبعا للكابتن محمود الخطيب وأنا عارف أنه يبقى موجود في الفتاح مع آه أعتاك بدعم شركة استاداتي مصبور استادات يعني إن شاء الله يكون افتتاح كبير ومهرجان كبير واحتفالية كبيرة بإذن الله آه أنا فرحان اللي كنت معاك النهاردة وكريم كوشك فرحان آه بيك آه موفق بإذن الله إن شاء الله وكل التوفيل لنادي الأهلي النهاردة بإذن الله في ماتش الإسماعيل كريم تسأل حاجة الفنانة توامي ولا عاوزتوا الحاجة توامي ما يتسألش أوستاذ ما يجيليش قال بس ألتوامي إنا بس عايزينك تبعث لنا سلام خاص كبير جداً وحار إن هو فعلاً شخص جميل وأخ عزيز جداً ونموذج الحقيقة وخدوة كفنان مهتم بالرياضة زي ما كل حضراتكم شايفين بطبيعة الحال صباحاً كل عليك يا شريف وصبح لنا على توامي صباح مميز جداً نشكركم جزيلاً شكر